بسم الله والصلاة السلام على رسول الله سعيد جداً أن نلتقي في محاضرة نواصل فيها ما انقطع عن حديث في المحاضرة السابعة وفي هذه المحاضرة نستخلص بعض المعاني من مفهوم السلوك التنظيمي فذكرنا أن معنى السلوك التنظيمي هو ذلك الحلق الذي يهتم بدراسة السلوك العاملين داخل المنظمات ويدرس تأثير البيئة على العاملين وعلى المنظمة ويدرس تأثير المنظمة على العاملين ويدرس تأثير العاملين على المنظمة ما ذكرناه في المحاضرة السابعة وهو ما يعرف بالتأثير المتبادل نستخلص من التعريف النقاط الأساسية التالية أولا بجانب التنظيم الرسمي يهتم السلوك التنظيمي بالأفراد والمجموعات أي يهتم بدراسة سلوكهم واتجاهاتهم لأننا ذكرنا في التعريف أن السلوك التنظيمي يهتم بدراسة التنظيم الرسمي والتنظيم الرسمي يقصد به وجود العاملين داخل المنظمات في صورة الهيكل التنظيمي الموجود وهو يدرس العاملين في المصنع، في الشركة، في المؤسسة بالتالي سلوك العاملين في العائلة لا يدخل ضمن إطار هذا المقرر وكذلك يدرس سلوك العاملين فيما يتعلق بالتنظيم القير رسمي باعتبار أن التنظيم له دور مؤسر في المنظمة وفي بيئة المنظمة وبالتالي يؤسر في سلوك وآداء العاملين وكذلك يدرس مدى تأثير العاملين على التنظيم وكفاءته وعلى تحقير الهداف ويدرس تأثير التنظيم على سواء كالرسمي أو غير رسمي على العاملين ويدرس تأثير البيئة على سلوك العاملين ويدرس تأثير العاملين على المنظمة وهذا عينه ما ذكرته في المحاضرة السابقة فيما يعرف بالتأثير المتبادل طيب ومن الأشياء المستخلطة من السلوك التنظيمي أهمية السلوك كحقل أو كعلم يدرس أو يهتم باستخدام الأسلوب العلمي في دراسة السلوك العاملين صفات السلوك التنظيمي السلوك التنظيمي بصفة عامة السلوك التنظيمي هو طريقة للتفكير وهو مجال معرفي يقطي عدد من الموضوعات الأساسية لأننا نقول أنه هو حقل أو علم الصفة الثانية من صفات السلوك التنظيمي أن السلوك التنظيمي هو منهج علمي وليس ظاهرة عشوائية فالسلوك التنظيمي له علم له نظريات له مبادئه في كيفية دراسة السلوك الإنساني فهو يقوم على المنهج العلمي الصفة الثالثة من صفات السلوك التنظيمي يركز على السلوك العاملين داخل المنظمات فبالتالي السلوك العامل خارج التنظيم لا يدخل ضمن إطار السلوك التنظيمي كما ذكرنا في المحاضرة السابقة آخيرا يوجد اتفاق من صفات السلوك التنظيمي أنه يوجد اتفاق حول الموضوعات والمجالات التي يتناولها هذا العلم لأن هذا العلم يتناول الشخصية يتناول الإدراك يتناول الدوافع والحوافز ويتناول التعلم ويتناول كل هذه الأشياء باعتبارها سلوك فردي وكذلك يتناول السلوك الجماعي فيما يتعلق بالصراع فيما يتعلق بالمجموعات فيما يتعلق بالتفاوض فإذن موضوعات السلوك التنظيمي هناك اتفاق عام حولها أشكركم لحسن الاستماع وتأمنى أن ألقاكم في محاضرة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته